ترجمة نانسي قنقر وعشرين بالمئة من الناخبين في كيبك على الرغم من تعثره في الانتخابات العامة الماضية واتت تصريحات ديوساب في أعقاب إعلان زعيم حزب الكتلة الكيبكية دانييل باي عن استقالته من منصبه بسبب مشاكل صحية وكشف باي أمس في إطار مؤتمر صحفي عقده في المقر الوطني لحزبه في موريال أنه يعاني من مشاكل تتعلق بداء الصراع مما يدفعه إلى الاستقالة من باب الاحتراز وتترق باي إلى المشاكل التي عان منها في الأوين الأخيرة مما دفعه إلى استشارة الأطباء إلى أن تم تشخيص حالته وبأنه في هذا الوضع بإمكانه مزاولة عمل لا يتطلب جهدا كبيرا ومستوى مرتفعا من التوتر ولهذا السبب قرر ترك منصبه يبلغ باي من العمر 63 عاما وليس لديه مقعد نيابيا في مجلس العموم الكندي خصوصا بعد الخسارة المريرة التي مني بها حزب الكتلة الكبكية في الانتخابات العامة عام 2011 عندما لم يتمكن الحزب سوى من إيصال أربعة نواب إلى مجلس العموم الكندي في عقاب الموجة البرتقالية التي اشتاحت مقاطعة كبك وسمحت يومها للحزب الديمقراطي الجديد من وضع يده على قرابة 60 مقعدا في المقاطعة هذا ومن المرتقب أن يعمد حزب الكتلة الكبكية إلى إجراء سباق جديد على زعامة الحزب وذلك قبل الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة في 22 أكتوبر 2015 لم يتمكن وزراء مالية المقاطعات الكندية ووزير المالية الفدرالي جيم فلاهرتي من التوصل إلى توافق حول إمكانية إدخال تعديلات على نظام التقاعد الكندي فقد رفضت الحكومة الفدرالية التعاهد برفع المساهمات في صندوق التقاعد العام مما كان سيترجم على أنه زيادة على الضرائب التي يسددها المكلفون وفق ما قاله وزير الدولة في الشؤون المالية كيفين سورنسون هذا علما أن معظم المقاطعات تؤيد رفع المساهمات في صندوق التقاعد وذلك من قبل أرباب العمل والعمال على حد سواء وشدد وزير المالية الكندي على أن زيادة سريعة في المساهمات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن قد تكون لها انعكاسات سلبية لا سيما من خلال دفع أرباب العمل على تقليص نسبة التوظيف وتخفيض الرواتب تلتقي اليوم رئيسة الوزراء في كابك بولين مروى في العاصمة الفرنسية باريس بالرئيس فرانسوا أولاند وتعتبر هذه الزيارة الثانية لمروى لقصر الإليزي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة